في اليوم العالمي لمرضى السكري تشير مختلف الإحصائيات إلى أن 15 إلى 25 بالمئة من المصابين معرضون للإصابة بمشكلة القدم السكري والذي يتطلب رعاية طبية خاصة لمنع تطورها إلى مراحل متقدمة قد تكلف المريض فقدان قدمه الحمد لله باربور الوشكان في السابق ولينا تلقاو بزاف دينات على المرضى السكري وليو عين برقبرة تحقيق كيف يقبل وليو فيقو الروحهم كي كون عرد هكذا غير طبيعي يقبلوا حدهم للمره السكري هنا في المزان الويسو جنرالما ينقل مرقبرة حقا 50% دينات على المردين الحمد لله بلاك سي دينات على المردين بعد وليو يتطلب ربور الوشبه هذا بالمرايد هذا بالمرايد لا يتطلب ربور المردين يجب أن يتبع المريض الثاني يأتي إلى سيونسه للعلاج يريد أن يتبع الانتبيوترافي مع العلاج تالي زنفير ميقو الجنب النفسي يأثر بزعف لا نرغب معه غير المريض عندنا الكوتي بسيكولوجي نجده معه ونفهمه يجب أن يتقبل لزيونه وعندنا في المؤسسة عندنا البسيكولوجي لا نستطيع أن نقنعه نقنعه الأدوية العلاجية واتباع نظام وقائي عوامل أثبتت نجاعتها لتجنب عملية البتر التي يتعرض لها من ست إلى ثمانية بالمئة من مرضى القدم السكري المدادات الحيوية يجب أن تتماشى مع العلاج وليست حيث أن نقنعها ونستطيع أن يكون المسائد للطاقم الطبية لذلك يجب أن يكون المريض يجب أن يكون يتقنع اس لهم التقنية على القدير ويجب أن يكون الإعداد تنجز مجموعة لا يجب أن يتصل بالطبيب في أقرب وقت الارتفاع المستمر لمرضى السكري في الجزائر جعل من الأطباء يؤكدون على أهمية التكفل بالقدم السكري عبر الوقاية والتوجه نحو علاج ذو فعالية تفاديا لأي مضاعفات خطيرة